شلالات من الفرح تدفقت وأنهار من السعادة انداحت ورسمت خيطا وموثغا بأحرف الأمل إلى هذا اللقاء أشهد الكرام في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمة منه وتعالى وبركات أهلا ومرحبا بكم عبر هذه الحلقة الجديدة لمرنامجكم دفتر أحوال الإدارة العامة للمرور بالشرطة السودانية تعمل ليلة نهارا وهي جاهدة مع جهات أخرى لتعمير الطرورات العامة وتقديم خدمة متميزة لشركاء الطريق التطور الذي شهدته الشرطة السودانية ولا سيما الإدارة العامة للمرور في جانب التقدي تطور مهم للغاية لذا كانت هذه الحلقة من برنامجكم دفتر أحوال من داخل الإدارة العامة للمرور لأن نهمنا سلامتكم خلونا حافظ على أرواحنا باتباع إرشادات السلامة المرورية في المركبة أو الطريق وخلونا نحارب سلوكيات الطريق الخاطئة مشاهد الكرام في كل مكان نحن الآن في الدائرة الفنية بالإدارة العامة للمرور إحدى الدوائر المهمة جدا بالإدارة العامة للمرور وهي تعمل ليلة نهارا من أجل تحقيق السلامة المرورية والدبط المروري وكذلك المستندات الثوتي وغيرها وتأمين لكافة التعاملات مع شركاء الطريق ومع المركبات وخلافه نرحب كثيرا في هذه المحطة بسيد العميد أمير عبد المنعي مدير الدائرة الفنية بالإدارة العامة للمرور سيد أمير مرحبا بيك في برنامج دفتر أحوال ونحن الآن داخل هذه الغرفة التي بها كثير من الأجهزة الخاصة بعمل الدائرة الفنية مرحبا بيك ندي المشاهد فكرة عامة عن هذه الدائرة وعمل الدائرة من ناحية دائرية ومن ناحية فنية طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين والحمد لله ربيعي نشكرك أخونا عبد الله ونرحب بالإخوان في غنات الشروق في الإدارة العامة الممرور وبالأخص في غرفة المعلومات في الإدارة العامة الممرور الغرفة الرئيسية أو المركزية للمعلومات هنا في الإدارة العامة الممرور نرحب بيهم ترحيب حار في حالة الصباح الطيب إن شاء الله نأخذ فكرة عن العامل الإداري في الأول بعدك نشوف العامل الفني بصورة عامين طيب الغرفة دي أنا توليت دائرة منذ عام تقريبا تقريبا بالضبط على عام لكن هذه الغرفة نتاج لعمل مستمر من فترة سابقة يتعاقب عليه مدراء لدارة عمل ومرور كله زول يعني خطة بصمة أو أضاف فيها عاية وكذلك مدراء الدوائر المروا قبليه ونتيجة الآن اللي هي أسي بشكلها حشوفوه أسي وحنستعرض لكم فيها البرامج الموجودة كل التغنيات الشغالة في المرور عموما والمنظومات التغنية اللي هي بتساعد على السلامة المرورية وبالساعد على الإجراءات المرورية فيما يتعلق بترخيص المركبات واستخراج الرخص وكل الحقيقة المتعلقة بالأنظمة المتعلقة بالإجراءات دي موجودة هنا في الغرفة دي كذلك المراقبة الطرق عور الكاميرات برضو موجود عندنا تلاتة مشاريع اللي هي التتبع اللالي الرادار تطبيق رجل المرور الآلي دي كلها منظومات الآن موجودة هنا بالإضافة لمزام الأساسي بتاع المرور في هذه الغرفة نعم سيد أمريب كنتي دي من ناحية فنية بصورة نقوم مجملة كده من غير تفصيل زي ما حنفصل إن شاء الله في بغية هذه الحلقة مستندات تكميلية لمركباتهم المختلفة مش الناهل الإدارية هو في بعض الإجراءات الصلاحية فيها أو الإجراءات ما بتتمل إلا بما هي اللي عندها هي الراية الإجرائي الأخير فيما يتعلق بالذات اللي بتعلق بشغول السجلات نحن عندنا لجنتين هنا لجنتين أساسيات بتساعد على ترخيص المركبات بالذات وبعض الإجراءات المتعلقة بالرخصة الإجرائيين دي عندنا فيه لجنياتين أساسيات هي لجنة بتاعة نحت الشاسي واللجنة بتاعة تخلصنا الفائد دي للإجراء أي إجراء فيهم نحت الشاسي نحت الشاسي ده بالنسبة للعربات اللي بيكون فيها أشكاليات في الشاسي ويكون مستنداتها مطابغة وكذا لكن بيكون في مشكلة في الشاسي لأنه في فترات سابقة في وقود قديمة العربات دي زبزات اللي واري البيتفورد كان بتيجي دي باجة ما منحوتها يعني ما منحوتها في بيكون بمرور الزمن بيفقي دي باجة لما نيجي الترخيص يتطور في تغنية في فحص إعالي في كمبيوتر في كده فلازم الرقم الأساسي لتخلط بها العراضي الزمان يكون مطابق موجود ويكون ظاهر في العربية فدي إجراءات لازم تتم هنا في الدائرة فنية لأنها لجانة مركزية أضيف لذلك غير اللجنتين الدائرة فنية هي المسؤولة من الترخيص على مستوى السودان وهي اللي بتقدم المشورة زي ما أقوله الإجراءات الصحيح هنا بيطلع من الدائرة عشان تكمل المساعدات الخاصة حتى لو في حاجة ما مكتملة على مستوى الولاية أو على مستوى مركز برجعوا للدائرة فنية بتدي الإجراءات الصحيح وموجب المساعدات المقدمة بالراجع كده ونأكد لك الإجراءات تسليم ونديك خطاب للحطة اللي انت ما شلع عشان تكمل إجراءات فيه بصورة العادية بالإضافة لأنه عندنا إجراءة بتاعتماد التوقيعات ده برضو مركز عندنا في الدائرة الثانية إنه يتعلق بالشركات وأسماء الأعمال دي مركز عندنا هنا في الدائرة الثانية بناعتمدوا وبنزلوا تغنياً في الكمبيوتر بعد ذلك الزول بيمشي أي معاملة حسب الخطاب اللي جابوا لنا في الأول هو داير ترخيص أو داير كله صلاحيات بنزلها له لو عنده أي إجراءة في المركبة بتاعته بموجب التوقيع الموجود أو النازل في السيستيم أو في النظام بيقدر يكمل له إجراءات المال ولو توقيع ما بيقدر يكمل يعني التوقيع ما فيه ما في تكمل الإجراءة ده إجراء عام جداً بيحفظ للناس كله حقوقها الأطراف كلها والإدارة بنظم شغل الإدارة في التعامل مع هذه جهة نعم، طيب قبل أن أختم هذه المحطة سيد أمير إذا كان لا بد من موجهات أو أي شيء أنت تطلوه من المواطن أو من المشاهد بطاع مرنامي دفتر أحوال عشان الفايدة تعوم للناس اللي يشاهدونها أو اللي لا يشاهدونها يعرف المعلوم ويجي جاهز لدارة الفنية ودارة عام المرور طيب، نحن موكولين في الإدارة العام المرور الدائرة بالذات موكولة بإنها تطور العمل التغني وممكن، ولها في ذلك إنه تستخدم شراكات مع جميع الأطراف في إنه تطور العمل التغنياً لتسهيل إجراءات المواطن فيما يتعلق بالعملات إجراءات أو المعملات المغورية آآ البرامج اللي قلتها لك دي أسل الإخوان عندنا مهندسين مختصين مشرفين على الشغل ده حيجي شرعه ونحن قصدنا من من في الحلقة دي إذا فيه هدف يبقى إنه نحن دارين نسلط على دول الغرفة الرئيسة اللي بتقوم به لأنه حقيقة من هذه الغرفة وغرفة ما زارنا فيها أي ضيف وعرضنا المنتجات بتاعتنا الموجودة على مستوى المرور في هذه الغرفة إلا شاد بالتطور التغني الموجود في المرور وكثير من الناس ما بيعرفوا إنه المرور عنده تغنيات وعنده مشاريع فيه رجال قبلين يشتغلوا عليها ونحن جينا في حقبة صحيح هم محملون أمانة وعلينا يبقى التطوير لكن كمان دارين نديهم حقهم فيه إنه ياخدين مشهودات بتاعت الناس لازم توسق لهم والناس بعد داك الزول اللي بيجي بعدهم يفترض إنه يكون عنده يبلي يبقى عليهم يبلي إضافة فأنا حدي الفرصة للشباب بقى شوية يشرحه الآن إحنا ماشيين في كل أي حاجة بسهل للمواطن ده في إنه ياخد معلومة للمرور أي إجراء دارين يكملوا بأسهل طريقة كل الحاجات دي دارين نربطها بتغنيات وماشيين في الحكاية دي مع الشراكات ما دارين نفسي عنا هسي لأنها هي في طور التجهيز التغني يعني زي حاضمة إننا حاضمة مع المستشارة الأساسي التغني بتاعنا اللي هو أخواننا في كوشاهد إننا برنامج أكتر من برنامج شغالين عليهم إن شاء الله لما تكتمل بتصر بترى النور زي ما المشاريع عندي بيقيت أسي واغي للناس ومطبقة والناس عايشينهم أهمها ويمكن قريب إن شاء الله فيما يتعلق بالحوسبة البلاغات على مستوى الأكسام ده مشروعه ماشي والصدق وخلال الأسبوع ده يمكن نكون عندنا كل الأكسام بتاعتنا الرئيسية المتواجدة الجديمة اللي هي المرور يكون فيها عنده الممنح حقه رئيسي هيكون بلاغاتنا كلها محوسبة كل الإجراءات فيما يتعلق بالشارع المرورية هتنتغل للجسم عبر التغنيات القصة دي وفرنا لنا عدد مقدر جدا من اللجهزة وبرامي ودربنا أفرادنا القصة دي ونطبق حاليا في قسمين القسم الشباني الخرطوم والقسم الجنوب وكان علينا إنه طوال نمشي مشروع ده نشوفيه لقدهم لأنه منطي جدا بس هنمشي شرق النيل القسمين بتاعت شرق النيل بحري بحري وشرق النيل الاثنين ما هو بحري بالبحر الكبرى وبعده هننتغل للأكسام بتاعت الرئيسية بتاعت أمدرمان أمدرمان وكرري لأنه الممنين دي الاربع مباني دي حقت المرور وهي متنسل لسنتر العصر وكذلك يعني عندنا معرفة الرخصة المركزية برضو ما عاشها بانتهت يعني هي كلها مشاريع ماشي فيه ماشي ماشي في تطوير والعالمين وده برضو يعني دي برضو هزي المشاريع نحن ما بندعي أنه نحن جينا عملناه لكن نحن واصلنا في أفكار كانت فطيرة موجودة لكن الناس الآن بيقال على ضلاء ايه الناس ماشيين بالبقال فدل دير الفنية أنا ما دير أتكلم كثير لأنه الغرفة كلها هي عمل يعني الهسي لو شفته والخوان حاج المهندسين دين كله حيث فيهم حيستعرض الجانب بتاعه الجانب بتاعه بطريقة تفصيلية والفوايد شنوه والغرض اللي تعمل من أجره المشروعة والتغنية المصممة دي وأنا افتكر الحكاية دي دارة فعلا الناس يصلتوا علىها الضوء لأنه دي حقوق بتاعة الناس اجتهدوا فيها فعلا ويتحملوا بالمسألة دي ومشت لقدامه الحمد لله نجحت والآن المواطن مستفيدين إن شاء الله يمكن سيد دمير الغرفة زي ما يتذكرتها هي مجهزة تمام بكل الأجهزة يمكن نحاس الآن هذا الاستعراض الخفيف نقول والكبير في المعاني بنسمع أصوات بنشوف الصور دي كلها متابعات الآن شغاله لايف من الطرقات العامة زي كان في طرق المورة السريعة وغيره أو خلافه دعم الغرفة ونحن يمكن سيد دمير قصدنا اللي اللي نسجل حلقة من برنامي الدفتر أحوال داخل الغرفة لمزيد من تمليك المعلومات للمواطن وعشان ما يعرف زالتون الله الشرطة السودانية ولدارة عامة المورو تحديدا بتقدم عمل كبير جدا في سبيل راحة المواطن وتمليك الحقوق وتمليك المعلومات كاملة بأكثر وأيسر ما يكون وأسهل ما يكون بحسب التطور ذكرتونتو يمكن في اللدارة عامة المورو في كثير من اللغات والحوارات أنا شكلي جدا سيد العميد أمير عبد المناء مدير الدائر الفنية بالإدارة عامة المورو وإن شاء الله نتابع هذه الحلقة ونتواصل معكم إن شاء الله ونواصل برضو في هذه الملفات من داخل الغرفة أو من داخل الشوارع العامة إذا كان العدارة وغيره بأيام بالعمل لمنك مشاهد مزيد من المعلومات شكرا جزيلا طيب أنا معلش عبد الله قبل ما نختم معك أنا أضيف للنحية الإجرائية اللي بتتعامل عندنا اللي هو شغل السجلات فيما يتعلق بترخيص المركبات أو غيره نحن هنا بنحاول نكتيت في إنه المواطنين ما يشتكوا من التأخير وما يشتكوا من طول الإجراءات بالرغم إنه بعض مرات المعالجة بتكون صعبة لأنه وضع المركب بيكون عشان توسيغ لها وتكمل إجراءاتها ومستنداتها وتكون صحيحة ما فيها أي إشكاليات بين السصحة معانا فيها أكتر من جهة يعني المكافحة سرقة العربات المعمل المصنع الجيهة الجاي منها الملف ذات وملف العربية اللي هو يتعلق بالتقرير اللي بيجينا منه الملف ذا اللي لما يتحول لدائرة في النية بيجينا من الجيهة الموجود فيها ملف العربية وهم بيدون معلومات المتفرع عندهم دي بيجي الوكترونية ماش كده؟ لا بيجي يدويا لا بيجي مانا بتكلم ليك عن الشغل بتعليجان اللي قلتها لك اللي ذكرتها لك دي فدي دائرة بحقال نحنا بالرغم من انه الحكاية دي يدوي الان وجون المواطنين مسافات بعيدة ومن ولايات وكده لكن حتى الان نحنا بنحاول نسرع في الإجراءات ونجدل الناس بأسرع وكد والناس يستحملونا لانه الحكاية دائرة شوية لكني قدام ان شاء الله طعم تطور الحكاية دي عندنا لا حلول في انه ان شاء الله الناس في كتير من الصلاحيات نحاولناها للولايات في الحياة الممكن تبقى وعسا انه زول ما يتعب يجينا ومشكلته تتعالج جابله بغدر الإمكان وده كله في تخصير الازل الإداري والتخصير والناس بيتعبوا حقيقة بيجوك ويقعد لك انا قاعد في الخرطوم لي اربع يوم وخمس يوم وسبوع وشعر فده كلها نحن ماشيين فيه انه نقلل الزمن وبإجراءات من ضبطة والناس ان شاء الله يستفيدوا من الخدمة لانه الموروف انها هي خدمة للمواطن لا اكتر ولا أقل ان شاء الله شكرا جزيلا مشاهد الكرام نواصل لمتابع هذه الحلقة برنامجكم دفتر احوال من داخل الغرفة المركزية بالإدارة العامة المرور الخاصة بالتقنيات المختلفة لشركات الطريق والمركبات وخلافه كما استفتنا في هذه الحلقة ونحن نتابع في برنامج دفتر احوال فقراتنا ومساحاتنا القادمة من داخل هذه الضرفة موسيقى 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 الآن نحن مع أحد الذين يختصوا عنه الخاصة في هذا الجانب أخونا المقدم مهندس عبد الله وبكر جاذي مرحب بيك عبد الله في برنامج دفتر أحوال وأنا زي دائر أقول للناس أنه دائر أسمع منك أكتر من ما أقول لك شرح مفصل نور للناس في هذه الشاشة عبر برنامج دفتر أحوال ما يدور في الشارع العام ومرغواتكم بيوة بالتقنيات المختلفة مرحب بيك عبد الله وبكر جاذي مرحبا مرحب بيك السيدة العميد مرحب بيك دفتر أحوال ومرحب بالأستاذ المشاهدين وعبركم نحيي جميع المشاهدين ونتمنى أنه نقدم لهم خدمة تغنية تلقى بمغامهم وتساعدهم وتعينهم في الحصول على ما يطلبونه من أعمال المرور فمرحب بيكم مرضا أخرى بغرفة المعلومات بدائرة الشؤون الفنية باللدارة العامة للمرور وهذه الدائرة هي المعنية بالعمل التغني الذي تغنيه الإدارة العامة للمرور تجاه المواطنين فالأعمال التي تقدمها الإدارة العامة للمرور فترتكز على الجانب التغني عشان ما تقدم لنا أو تقدم للمواطنين خدمة سريعة جدا خدمة مميزة مؤمنة سهلة تلقى بتطلعاته فالإدارة العامة للمرور لديها العديد من الأنظمة التي تمكن مستخدميها من تقديم الخدمات المريحة للمواطنين اللي هي عندنا أول حاجة المشروع الأول اللي هو المشروع بتعضبط المركبات اللي هي بتمكن المركبة من صلاحية تبينها تسير في الشارع العام هو مشروع ترخيص المركبات كما أيضا تقوم بعد تأهيل المواطن الذي استغل لهذه المركبة فتمنح الرخصة حتى ما يتمكن من استغلال هذه المركبة لسرير للشارع اللي هو رخص الغيادة وهناك العديد من المشاريع التي تقوم بها لدارة العامة للمرور اللي هي تساعد في السلامة المرورية فنبدأ بالمشروع الأساسي اللي هو المشروع الأساس لدارة العامة للمرور اللي هو ترخيص المركبات ورخص الغيادة فهذا النظام يمكن المركبة بعد ما تتكامل كافة الإجراءات التي تساعد في صلاحية العربية بعد دخال البيانات فتكون تمكن المركبة من إعطاها اللي هو شهادة البحث عن طريق الأنظمة الخاصة برخص الغيادة فهذه الأنظمة أو الدخول لها عبر المراكز المنتشرة في ولايات السودان عموما الخاصة بالمرور عبر المدخلين للبيانات فهذه الشاشة الأساسية اللي هي شاهدة دخول لنظام المرور ما يميز هذه الأنظمة إنها مملوكة للإدارة العامة للمرور وهي مصممة بأياد خالصة شرطية بشراكة زكية مع شركة كوشاد وهي شركة أصلا شرطية وطابعة للشرطة فهذه الأنظمة أيضا من الأشياء المهمة فيها هي أنظمة سودانية خالصة ومؤمنة تأمين كامل بكافة أو بأحدث الوسائل التغنية فنبدأ بالنظام الأساسي بتاعنا بتاع المرور من الجوانب التأمينية بتاعه هو الحاجة الدخول لهذا النظام عبر مستخدم بصلاحيات معينة اللي هو اسم المستخدم وكلمة المرور بعد اسم المستخدم وكلمة المرور طوال عبر بصمة هذه كلها أشياء تأمينية جدا للدخول إلى النظام بتاعنا بتاع المرور فهذه الشاشة بعد ما عنده صلاحية للدخول للنظام فطوال عندنا الأجسام الموجودة أمامنا اللي هي رخص الغيادة وترخيص المركبات زي ما قلنا هم ده النظام الأساسي لترخيص المركبات وهذا النظام زي ما ذكرنا إنه مصمم بأحدث سودانية وغير كده إنه مرتبط مع جهات كبيرة جدا تساعد على العمل في المنظومة المرورية إحنا مربوطين مع الرغم الوطني إلكترونيا إحنا نجلب بياناتنا من الرغم الوطني إذا كان صاحب المركبة أو إذا كان رخص الغيادة فإحنا طوالي نجر البيانات إلكترونيا نجلبها من السجل المدني وبالتالي نسبة أمانة المعلومة هي 100% وذلك عبر بوليسيس معينة بشبكة معينة والشبكة ذاتة مؤمنة تأمين شامل كامل ومؤمنة وهي ذاتة يعني يعتمد على الفايبر من سوداتيل وعليه باكب من شركة كنار وهناك يعني الشبكة الثالثة اللي هي ويرلس كل هذا عشان نضمن استمرارية الخدمة من المراكز إلى مركز البيانات وأيضا نجلب البيانات بتاعة شهادة الوارد الخاصة بالمركبة المعنية الدارة ترخيص نجلبها أيضا من هيئة الجمارك برضو تغنيا ليس عبر اليد وإنما تغنيا نجلبها من إدارة الجمارك لحد ما كامل لنا السجل بتاع المركبة كما أيضا برضو نجلب بياناتنا تغنيا من شركة الوكيل وجار العمل للربط مع شركات التأمين حتى تتكامل كل المنظومة حتى تكون منظومة تغنية مميزة جدا ولكن دائرة الشهون الفنية بالإدارة العامة للمرور ظلت على الدوامة أو دائما تبحث في إنها تطور العملية التغنية بتاعتها هذا النظام له فترة طويلة جدا شغال فبالتالي سهرة الإدارة العامة للمرور عبر دائرة الشهون الفنية في إنها تطور هذا النظام الموجود أمامنا فبالتالي الفترة الفاتت قمنا طورنا النظام الموجود بنظام جديد والآن تدشين جاري في مراكز الخدمة ليه لأنه معروف في الأنظمة دائما عندها لها دورة حيات النظام لأن النظام لمن يبدأ يبدأ يملاء ويلبي كافة الطموحات لكن بعد فترة من الزمن تزداد المتطلبات ويزداد الطموح فبالتالي دائما التغنية هي في مرحلة أو دائما هي في حالة مستمرة في التطور فبالتالي مواطمة لهذه المسائل كل السلبيات اللي كانت موجودة في النظام القديم تداركناها في النظام الجديد كانت واحدة من السلبيات اللي هو غاية البيانات بتاعتنا موزعة هي كانت ملبي الطموح في ذلك الزمان لكن الحمد لله وحدنا غاية البيانات بتاعتنا عبر النظام الجديد فنقوم نشرح هنا سميناه هنا الآن قلنا رخص الغيادة ولكن الجريد دي اسمه رخص الغيادة المركزية والآن تم تشينه وزي ما عندنا الرخص الغيادة برضو عندنا الرخص المركبات المركزي والآن في غيث التطوير فنطلع من النظام القديم طوالي نخش في النظام الجريد ونوري ميزاته اللي هي مهمة جدا جدا هذه هي رخصة الغيادة المركزية هو نظام تطوير للنظام الشرحناه قبل شوية نظام العامل الآن وده الآن نزل على المراكز الخدمة والاثنين مع بعض لحد ما نطمئين تماما على النظام الجديد فبالتالي متمنكيا ننسحب النظام الجديد فرخصة الغيادة المركزية هي عبارة عن نظام مركزي موحد لرخص الغيادة يعمل على غاية بيانات موحدة لكل السودان يراعي الاحتياجات والمطلبات الداخلية والخارجية وخصوصيات لكل الولايات تم فيه مراعاة الربط الشبكي مع الأنظمة زي ما قلنا هو ده النظام الأساسي للمرور وهذا النظام ترتبط عليه كمية من الأنظمة أو تغريبا جميع أنظمة المرور التغنية هي الأساس بتاعه اللي هو النظام الأساسي لرخص الغيادة اللي هو زواء كان رخص الغيادة المركزية أو المركبات المركزية كتطبيق رجل المرور وهذا التطبيق اللي هو يساعد على ضبط الشوارع في المركبات والوقوف الخاطئ وغيره اللي هو يساعد أصلا في السلامة المرورية كما هذا النظام بنته ساعدنا أنه التكيف مع السجل المدني والكشف الطبي وحتى الميادين ميادين الانتحالات العملية والنظرية كلها مربوطة بالنظام كان زمان بعد ما تتكامل هذه البيانات يتم إدخالها بعد ذاق يقوم يعمل لها جنريتلي رغم بتاع الرخصة حتى نقوم تطبع لكن هذا النظام كل الخطوات الإجرائية بتاعة الرخصة كلها تتم محوسبة حتى ساعدتك الامتحان بتاع الميدان برضو عبر رتاب معين برضو هو مؤشر داخل النظام فبالتالي هذا النظام هو نظام متكامل إلكترونيا من أول خطوة إلى آخر خطوة موجودة مؤمن تماما مؤمن تماما مؤمن تماما عبر كافة الخطوات ليه لأنه كل الشخص عنده صلاحية بتاعة عمل إجراء واحد وأنا عندي حاجة بتاعة غرابة السبعة عشر إجراء هذه الصلاحية إجراء ولكن كل شخص يقف أمام الخدمة المعينة والإجراءة المعينة لا يتعدى العشر ثواني فبالتالي تجاوزنا مرحلة إنه نتعامل ذاته مع هذه الخطوات عبر الورق وهذا البرنامج هو التعامل مع الورق يصل لدرجة الصفر يعني المواطن لما يجينا لأول مرة يجينا حامل فقط الرغم الوطني بتاعه إن شاء الله يكون حافظه تستدعى كل البيانات والمعلومات يعني إحنا من خلال الرغم الوطن نستدعى بياناته من السجل المدني طيب نمشي لقدامها أيوة وهذا الشكل ممكن إحنا نشوفه بيان بالعمل أو لايف عندنا الآن رخصة الغيادة المركزية هذا النظام ده الشكل العام للنظام وكله زيله خش عبر الصلاحية بتاعته أنا الآن خاشي كآدمين عندي كل الصلاحيات ولكن الشخص في المركز إذا هو مخول له فقط في إجراء معين ما عليه لا يستطيع أن يخش إلى بقية الإجراءات فقط الإجراء المعين ومربوطة بالمركز المعين يعني بلش منزع عبد الله يمكن ده كلام العام البهمنة أو الخاصة البهمنة داخل ده العام المروب شكل التأمين بتاعه كيفية الدخول وهكذا لكن ده الحقيقة للملك المشاهدنا المشاهد اللي لسه الآن بيشاهد عن قلب معلومات حقيقية واغعية له ذاته يستفيد منها تماما كذا نخش مباشرة لنحن والمواطن المواطن مطلوب من لشنو ونحن عايزين نعمل له شنو طيب إحنا طوال عندنا الخدمات الإلكترونية مهمة جدا توعوية إجرائية بتمكن المواطن من الحصول على المعلومة المعنية عشان ما يقدر يجيبها أحد مراكز الخدمة بتاعة المرور وهو يكون ضامن ثافة المطلوبات منه عشان ما يرجع البيت يقوم يجيب إجراء آخر فهذا عبر الموغع العام للإدارة العامة للمرور وهذا الموغع أيضا برضو ضم تصميمه داخل الدائرة الفنية بأياد شرطية خالصة وبالتالي راعة حاجة المواطن فهذا الموغع هو موغع التوعوي موغع التفسيري موغع يقدم خدمات إلكترونية مثلاً أنا عندي الإجراءات ترخيص المركبات هذه هي المطلوبات هذه الحاجة المطلوبة هذه الحاجة المطلوبة تهم المواطن عايز مثلاً تجديد ترخيص المركبات السنوي المطلوب منه شنو؟ ما عليو إلي خش هذا الموغع عبر الرابط الموجود أمامنا هنا ما عليو إلي مباشرة أن يخش في المطلوبات مجرد ما خش المطلوبات طوال يقول لهم وصول المالك وكله دي الإجراءات المطلوبة مجرد ما يستوفى هذه الإجراءات أو هذه المطلوبات ما عليه إلي يجي لمركز بتاع الخدمة فطوال يقوم يقدم وينال الخدمة بتاعته بكل أريحية بكل تمام يتعامل مع الناس الشريحة المتعلمة والناس حقوقين يتعامل مع الإلكترونيات لكن هناك كثير مثلاً المواطنين لا يعرف يستخدم هذه التغنيات العالية أو ما عنده أجهزة قدامه عشان يتعامل هذا التعامل المتقدم يعني هنا في الحالة دي ممكن يستعين بأي زول موجود جنبه يتطلع البيانات قبل أي رخصة العربية أو مركبة ممكن يستعين بمراكز في الأحياء في الأسواق العامة حتى الناس اللي عندهم دراية بهذه التغنية ممكن ما معيب يعني زول يدعوه مع شخص آخر عشان يمتلك المعلومة قبل ما يجينا في المروب مش كده؟ تماماً طبعاً يعني المواطن السوداني هو مواطن حقيقة معلم يعني المواطن مبسيط اصبح يستخدم التغنية بصورة ما تتخيل بصورة مسهلة جداً جداً حتى في أدنى مستويات المجتمعات تلقام حاملين عن هذه الأجهزة ممكن إذا سأل أقرب شخص إليه قل له يا أخ أنا دائر معلومات عن الإدارة العامة للمرور فبالتالي إذا ما هو عارف الرابط بتاع الإدارة العامة للمرور ممكن خش فيه جوجل معروف يعني محرك بتاع بحث عالمي ومعروف هذا كل الناس فما عليه إلا يكتب الإدارة العامة للمرور طوال يجيب له الموقع الإلكتروني ويختار دليل الإجراءات فبالتالي يلقى المطلوب بتاعه وحق إذا مش مراكز الخدمة برضو بيلدى كافة المعروف معلومات يمشي جاهز يعني يعني يستعين بايز والقريب منه عشان يمتلك المعروف في الشارع في يعني وحطان معروفين شعبي يعني 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 السجار بينه نجيله طوال متعاون جدا جدا طيب نحن دي 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 حاجة خلاص كده كنت نكون لسخطينه طبعا والمشاهد برضو يكون أخد عريب المسألة دي كده برضو نشيري قدام نحن كمواطنين عاوزين نعرف حاجة عن هذه الأنظمة بصورة بالذات مثل التتبع الآلي والكلام الكتير دي يعني تمام معليك بس في حاجة صغيرة ساعة غلازة موضحة للمواطن وأنه حاجة مهمة جدا جدا أنا من خلال هذه المنصة الخاصة بالإدارة العامة للمرور المنصة اللي هو الموغع الإلكتروني أنا بقدم ليه أشياء مهمة جدا جدا عندي استعلامات يعني أنا عندي في الموغع عندي الخدمات الإلكترونية زي ما بولنا هو توعوي برضو خدمي إذا خش في الخدمات الإلكترونية داري استعلم مجرد مع عمل كبسة زر على الاستعلامات فهديني الشاشة دي حاجة يستعلم عن رخصة غيادة ما علي الاستعلام رخصة الغيادة يدخل رغم الرخصة طوال بتدي وبيانات الرخصة في حاجة ثانية مهمة جدا جدا الاستعلام عن المركبة دي طبعا مهمة خالصة والمسألة دي أنا أركز عليها جدا لأنها مهمة تهم المواطن في معاملات اليومية داري بيع داري بيع يمكن قد تكون العربية عليها كمية من الالتزامات المخالفات الرهن المالك قد تكون مسروقة لو لا قد ضر الله أشياء كثيرة جدا فإحنا دارين ننزل هذه الثقافة للمواطن أن يستفسر عن العربية المعنية من الجهاز حقه بمحلقة من الجهاز من الجهاز من الجهاز مقال وسهل للتعرف حتى الماداري ممكن يستعين بأقرب شخص زي ما قلنا خوش جوجل يلقى لداري عام المرور الخدمات الإلكترونية خشي استعلام عن المركبة ما عليهم إلا دخل الرغم بتاع اللوحة والرغم بتاع الشاسين من خلال شهدت البحث طوال يديك تفاصيل المركبة هل عليها مخالفات عليها التزامات هل هي فعلا باسم المالك بعد ذلك يكون على بصيرة تامة أنه يغتنم هذه المركبة وإحنا كمان نقول لهم بيدورنا هذه الأشياء التي تتعامل مع غواعد البيانات تعتنا الأساسية إحنا مؤمنين تغنيا تأمين كامل ضد الهاكل طي حاجة فخدمة ميسرة وسهلة جدا وتفيض المواطن ومن هنا إحنا نقدم يعني رشدة إعلامية عبركم ساعدتك إنه المواطن لازم يستفيد من هذه هذه نقطة هي مخالص نعم انت قلت المخالفات يعني داري شيرة عربية على مخالفات طيب أنا قمت اشتريتها واتجهلت هذه المخالفات بتحول لي المخالفات أو بتفعلي زولة قديمة بعض يبقى هو المساواة بينك وبين المالك لكن في النهاية هي تعيغ المركبة بتاعتك يخش في الحتة التانية اللي هي استعلام على المخالفة نفس المسألة موجودة قدامنا هنا استعلام عن مخالفة ما علي والله برضو يدخل الرغم بتاع اللوحة وبعد ذلك يختار النوع بتاع الترخيص إذا كان تجاري ملاكي نغل عام حكومي ما عليهم مجرة كبس الزير طوالة تديك أعدد المخالفات الموجودة يعني أنا سأنا قد ذكر الرغم اللوحة العربتان الخاصة نزلتوا هنا طوالة تديك المخالفات كلها أحسن خليها مسكورة ولكن تأكد تماماً إنه مجرد ما عملت كده بتديك طوالة عدد المخالفات إذا كانت موجودة إذا ما فتقول لا توجد نتائج فهذه الخدمات أعتقد إنها مهمة جداً للمواطن نعم طيب أمشي بينا شوية للمزاعة بتاعة التتبع جداً جداً دم لو أن مش هسعتك للتتبع لمشي للرادار لأن التتبع جورى الرادار أيضاً هو تطوير للرادار الرادار طيب منظومة الرادار تعتبر منظومة الرادار هي واحدة من المشاريع التغنية التي استعادها لدار العام واللمرور لزيادة رقعة ضبسط السيطرة المرورية أصل هدف الأساسي من الرادار اللي هو السلامة المرورية عبر الطرق المرور السريع اللي هي رابطة الولايات وهذه المنظومة لها أهداف كثيرة جداً المساهمة في تحقيق السلامة المرورية التغليل من الحوادث المرورية حماية مستخدمية الطريق الحفاظ على أرواح الممتلكات ليه لأنه معروف أنه بزيادة زياجيين مسكناها قلنا المركبات النغلة العام زي البصات فكانت تصير بسرعة خيالية جداً في الشارع العام في التالي هذه المنظومة خففت الكثير من الحوادث لأنه معروف أنه بالنسبة كبيرة جداً من الحوادث هي تجي من السرعة الزايدة وهذا الرادار هو ذاته موبايل سرعة زايدة أم التخطي الخاطئ مشكلة؟ أصلاً السرعة الزايدة هو الأساس لأن السرعة الزايدة حتى إذا خشت في التخطي ما يخليك تتمكن في أنه تتحكم في العربية ترجع لمصارى صحية حتى ما تخليك تتمكن في أنك تتفادى أخطاء الآخرين بالتالي السرعة الزايدة هي المشكلة الكبيرة جداً في طرق المرورة السريعة فبالتالي هذه المنظومة بتاعت الرادار وده إحنا سامينه موبايل رادار موبايل رادار ليه؟ لأنه يمكننا من التنقل ليه؟ لأنه أحياناً لما نكون قاعد في حتة أنا صببصات يقوم يحفظوا ده الموقع بتاع الرادار هو مشكلة بساً عبدالله بيقولوا يكلموا بعضوا قال ليه شارع ما شاهده الرادار في حتة في لا يمشي براحة لما تيجاوز بعدها كنت تستخدم بالضبطة كده بالضبطة كده فالرادار ده خفف لينا الكتير من المسائل الزايدية وطبعاً يعني له إيجابياته لكن بعد ذاك الناس البصات ذاته بقي يتفقوا على إنه يقدم واحد فيقوم يعرف ليه موغي على الرادار وين فيقوم يساهم معه في المساهمة وفي المخالفة بتاعت الرادار فهو يقوم يختر الباقين فيكون وعشين بسرعة عالة جداً لما يعرفوا موغي على الرادار وين بعد ذا يقوم يخفض السرعة خطوا المرحلة بتاعت الرادار بعد ذاك تاني يزيدوا السرعة بتاعت الرادار أنا عبدالله زي دار أقول للمشاهد الكريم والله في النقطة تحديداً أي شخص يعاون يعاون الآخرين على مسائل عدم الضبط وربطها بيقع من وراها بأكيد طبعاً حوادث مرورية ممئة مرات في كثير من الأحيان كل هذه الأشياء تفجل هنا في تقدير خاصية عبارة عن وزر لكل من قام بها ومن عمل بها أيضاً وبالتالي ربها المشاهد الكريم تحديداً في حياة الناس ومتركات الناس وبالتالي من عاون الناس في المسائل بتودينا الكلام السهل تنمش تذيب الكلام الموجب وتعاونوا على البر والتغوة ولا تعاونوا على الإسم والعدوان لذا افترضنا أن يجيزوا من عدوان البيتين في الطرورات العامة من خلال بزعملنا المرورة تحديداً دي مسألة مهمة باش منذ عبدالله مسألة مهمة للغاية نعم اتطورتوا بشيطوا لقدام اتطورتوا بشيطوا لقدام دي مسألة مهمة للغاية عندكم مشروع مهم خالص اعرفوا من بعيد لبعيد كذلك اعرفوا من قريب لقريب من خلال برنامي الدفتر اخواتي فهذا المشروع اسمه التتبع الآلي للمركبات عموماً لكن الآن احنا مشغلينه على البصات السفرية زي ما ذكرنا قبيلك انه البصات سائقية البصات السفرية يتجاوز المسألة لانه مرات بيعرف موضع الرادار مين فاحنا تطورنا وعالجنا هذه المسألة بانه الرادار ختنين داخل البص عبر غانون ولايحة مرورية معينة حتى اذا نزع هذا الجهاز برضو يصحر لينا عندنا هنا في الشاشة بتاعاتنا دي يصحر لينا طوالي هنا سواك شاء الله او في فعال طلع الجهاز وغير كده اهدافه طبعاً كثيرة جداً جداً حتى اصحاب الشركات الشركات البصات اصبع الان هم يتسارعوا بانه عايزين الجهاز يقتلع انه بيستفيد منه في الاهر بيستحافظوا على المركبة حقتهم بحافظهم وفر ليهم العديد من غطاء الغيار من اللساتك المحافظة على المركبة فوفر ليهم وفر كبير جداً 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 ووفر ايضاً لشركات التامين تعريق بحالة حوادث عنه والاهم 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 وفر ارواح الناس من الخسائر التي نعوها على الارواح والسرعة الزايدة معروف يعني حوادثها وخيمة جداً جداً طيب ولينا كده الجهاز المهيدة جداً انحيا ده الشكل العام للنظام بتاعنا بتاع التتبع الآلي للبصات السفرية الآن احنا يعني مركبين عن البصات الدرجة اولى ولحصة الصيدة البيجاي بوريك انه هذه العربات هي متحركة الآن في الشوارع الرائع الآن العربات لوصة ضماشة بالسرعة الفلانية اللون الأحمر ده العربات ده معناها يتخطط السرعة المحدد اللي هي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة فده الي تجاوزوا الآن بيتجاوزوا السرعات البلون الأحمر ده اللي اتجاوزوا السرعة فالخريطة دي الآن بتوضح لنا برضو المركبات دي كلها الآن منتشرة في طرق المرورة السريعة على مدار السودان كلها وعلى مستوى مرورة السريعة بالسودان إذا زيتنا هذه الوضحة مثلا هذه هذا بص بيتجمع شوية وممكن بنوري الآن يعني نحس مثلا زيداء مثلا بص صفريطة وشدة الشمال طمان سلا هي صورة مباشرة حاليا صورة مباشرة الآن لايف الصورة بتاعتنا دي الآن لايف الآن البصات دي ماشى في الشارع يعني حس مثلا إذا كافت الزرع على البص دي طواله الرأي البص اسمه أبو يحيا دي الرغم بتاعه والآن الساعة كممكن تشوف الساعة الآن الساعة 12 وكده وكده ما شوين ودي حلفة دل الجي بي اس والآن ما يتخطى سرعة لأنه هو في السرعة المعقولة لأنه لونه طبعا نحن قصدنا عبدالله من سفرينت أبو يحيس تذكرنا أخونا بشمانز عبدالله ما إعلان تياري بغدر ما هو معرفة بس المعلومة بضبط إلا كذلك كل الشركات الموجودة موجودة سلاحية في النظام الظاهرة عندنا بالتالي راصدين أي من المركبات موجودة ما شايف شارعوا على الأجهزة وحتى في الإحصائية في الإحصائية بتاعت المرور إنه كل البصات العليها هذا الجهاز نسبة الحوادث بتاعتها يعني من البصات الما مركبة فيها الجهاز النسبة بتاعت الحوادث اختلفت تماما وحققت لنا اللي هو الهدف الأساسي اللي هو السلامة المرورية السرعة المحددة كم؟ هي مئة مئة كيلومتر في الساعة إذا تجاوزها بواحد إذا تجاوزها بواحد ليس المخالف تعتبر مخالف السرعة وتصهر طوال موجودة عندنا مرصودة تماما يعني عبر تحرك المركبة من وإلى لأنه عندنا كاتب منتشرة في السودان في كل المعنى البرية وغيرها تدخل فيها بيانات السائق والمركبة من وإلى المحطة المشابة التالية هي تكون موجودة عندنا في الخريطة ومرصودة تماما كل الخطوات أسه ده ماشي برضو تخطي كده السرعة الغانونية النحمر ده؟ لا نحمره طوال وتخطي السرعة الغانونية هذا ده بصفرين تقريبا بصفرين معنا طبعا له إحساس ده إيش ممكن كده إحساس وشكله كده ما حس بالمزار بتاعت السرعة ولا حس بالشارع ولا حس بالشارع هي كويسة يعني مرات السواقين دين الحزارة ليه مثلا المخالفتين ثلاثة بعد شوية أصبح ذاته يكون واعي يواعي الناس لأنه مراته يكون في حالة بتاعت سرحة في الشارع ولكن لازم يخش في الانضباط ولازم ولازم ليلة أنه شايل هو أرواح ونحن في النهاية بنتكلم عن السلام والمزارة نحن سنقول لأخواننا في البصفة التحديدا ناخده كده كمسان إحساس هو سالان هو بيسير بعدم إحساس بالآخرين نقول لهم الله قصدنا كلام ده مع عشان نشين بسمعته بقدر منذكره هو الآخرين بأنه لا بد من ضبط ولا بد من السرعة المرورية المحددة عشان ما نتجاوز عشان بعدها ما نحصل الكارسة يعني نحن أكيد قبل ما نعمل المسألة دي بندي إرشادات كاملة لما نجد ركب الجهاز بندي إرشادات كاملة لسائغية البصات وللشركات التابعة لها نحن نعرف أنه مرات فيه سرحات بتجي في الشارع ولكن هي ما تمنع أنه لازم ينضبط ولا بيتذكر ولازم يحساسه يكون عالي جدا بالمواطنين وبالشارع اللي هو ماشي العقوبة تكون شنو؟ والله طبعا العقوبة مثلا من بعد ما يتجاوز المئة لحد مثلا مئة وستة لتكون مخالفات عادية كله ما تزيد مثلا حسب اللايحة ممكن يكون السحبي لمدة ثلاثة شهور ولو فادت مرحلة معينة صحب الرخصة صحب الرخصة من السائق وممكن يتصل مرحلة يسحبها من ودى الحياة فهي نقاط معينة وتجاوزات معينة تتبقى لايحة غانونية معينة عبر شهون الغانونية كلما يتخطط كده يكون دليل واضح موجود جدامنا فعليه قواني تيجي الخؤون من العقوبة يعني ممكن يتصل مثلا لانه اللايحة المستائق من المبارسة من العمل تماما يعني في المجادات اذا اتخطط مثلا في ناس بيصلوا كان في ناس يمشي بمئة وسبعين فدي سرعة مميتة مميتة بكل تأكيد يعني فبالتالي دي صحوا مرحلة يسحوا منه الرخصة تماما يعني أو نهائيا فبالتالي لايحق ليه أو غير هو غير قفئ بانه يغض له مركب عامة بتغليها عدد مغدر من الأرواح لا يا باش فانزة عبدالله يمكن الكلام ده فيه كلام كتير لايب وحيب ما شويه يمكن الخلطة زي ما انت قلتها هي لايف مباشرة فعله بسوء السودان ودي مفخرة والله إذا نقول للشعب السوداني والشرطة السودانية والشرطة المرور وللمواطن السوداني إذا كان صحيح مركبة هو مستخدم هذه المركبة بهذا التقدم وهذا التطور اللي بيشوفه قدامنا ما في مغارطات تاني ما في أي كلام والله يسجل لي كلام خطأ وما كان حقيقة وكده الآن هي الجهاز بيحدد وما في تدخل بين البشر كله عبارة عن نظام وسيستم بيعاقب الزول إذا كان وبنقول لزول الله اللي هو البرضل بيتغيد بسلامة وبشغط السلامة بصورة طبيعية من خلال ملاحظات نقول له شكرا جزيلا برضو إن شاء الله قبل بيكون عنده جزا مننا وجائزة مننا في المرور قبل بيكون عنده جزا من المولى عز وجل لأنه يحافظ على روح الناس وبساعد على مسألة السلامة العامة أنا عبد الله الله في ختام هذه الحلقة أو هذه المحطة من داخل غرفة أنا الزمن ما بكافينا لكل كل كلام لكن يدي نخلاصة في شكل دقيقة في هذا كلام المجمل وأسأل وشه للمشاهد الكريم وزي ما تفضلت أسألتك أنه كلامنا كثير جدا ودي سانح وميز جدا لن نقدم يعني إحنا نتفهنا والمواطن الساهل مننا الكثير وإحنا في مرحلة بتاع التطوير وصلنا نظل نطور هذه الأعمال عشان نقدر نقدم لهم يعني أعمال تغنية جليلة بتساعدهم حتى زي الخدمات الالكترونية دي دي هي الواحد فيه بيته هي بتصله فيه محل موقعه فيه شغله فيه كده فيحنا نسهر من أجل سلامتكم وكل هذه المنظومات هي تحت بند اللي هي السلامة المرورية وهدفنا أنه يعني المواطن لما يصل من A to Z يصل السالم ده هو هدفنا الكبير وهدفنا العظيم وإحنا يعني نتمنى هذه الأشياء اللي بنجم بيها هي أكيد إرشادات يعني نقولنا أنه المواطن نلتزم بيها لأنه أكيد هي في مصلحته في مصلحة الوطن والوطن محتاج لكل روح من رواح الوطن ومحتاج لكل أبناء وكل نازل عشان نقول إحنا هنبنيه إن شاء الله شكرا جزيلا أخونا للباشوهندس المقدم حضر الله أو حضر الله بعود الله حافظين لسلامتك وكل يوم بنتطور أكتر تفويجنا ما هتصير بس التفويج رقابة وناس بتسهر خليك معانا عشان تعيد وبوصولك نحن نفرح نحن ساعين لسلامتك وبتعاونك أكيد هننجح أوصل سالم الحملة الإعلامية للتفويج المركبات السفرية تحت شعار القيادة الآمنة تطمن سلامتك وسلامة الآخرين مع تحيات الإدارة العملة المرور يا بلادي اللي جينا وبالجميع الملكة زينا تبقى عزة سعيدة بينا وتبقى فرحة عظيمة لينا وبرضو لازم تبقى ذكرى للصغيرة البيرنولينا بكرة يكبر ويبني أكتر ويبقى مفخرة للبيجينا هي كانت حلقة من برنامجكم الدفتر أحوال من داخل إدارة عامة للمرور ومفخرة للشرطة السودانية ومفخرة للشعب السوداني بهذه التقنيات المتقدمة بالإدارة عامة للمرور وهي في نهاية تصب في صالح الوطن والمواطن ونقول للمواطن والمشاهد الكريم في برنامج دفتر أحوال أبقوا عشر على السودان أبقوا عشر على تقنياتكم وساعدوا لإدارة عامة مرور وغير المرور في أداء أعمالها لكي نحقيق السلامة المرورية على الطرقات العامة والطرقات الخاصة وكذلك الأمتعى ومنتركات المواطنين أيهم كانوا أيهم ما زهبوا تحياتي في ختام هذه الحلقة من رجلكم لدفتر أحوال وفي معيتي تيم العامل لهذه الحلقة من داخل إدارة عامة للمرور شكرا جزيلا حتى جديد اللقاء مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة